تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أعمالها الإغاثية والإنسانية في محافظة حضر موت في إطار جهودها الحثيثة لرفع البعانة وتطبيع حياة الأسر حيث سيرت قافلة مساعدة إغاثية تضمنت توزيع واحد وعشرين طن واربعمائة كيلو جرام استفاد منها الفان وخمسمائة فرد من الأسر الفقيرة والمحتاجة في مديرية تريم يأتي توزيع هذه المساعدات الإنسانية على سكان مديرية تريم ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية الذي تنفذه الهيئة في إطار الدعم الإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للتخفيف من معاناة الأهالي ومواصلة جهودها الخيرية والإنسانية لمساعدة السكان على مواصلة حياتهم وتعزيز أمنهم واستقرارهم اشتركوا في القناة